المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي بلونيه الأحمر والأخضر تساعد في الشعور باليقضة ولكن تناولها على الريق أو عندما تكون القناة الهضمية فارغة يسبب لك قرحة الماعدة والجفاف وإضافة الحليب لها ليس الحل لأنه يسبب الانتفاخ بالغازات والإمساك بسبب تأثير اللاكتوز في الحليب على القناة الهضمية تنبيه وتحذير تناول هذه المشروبات بعد الوجبات فقط أما المشروبات المحلّة بالسكريات المصنعة كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وحتى العصائر الطبيعية أيضا لها العديد من الأضرار الصحية إذا تناولتها على ماعدة فارغة لأنها ترفع غلوكوز الدم وتفرز الإنسولين وتمنع حرق الدهون وتسبب تراكمها طوال اليوم ما هي المشروبات الصحية التي تساعد على إخراج طاقة عالية وتخلص الجسم من السموم المتراكمة والنفايات الأيضية ليس فقط بعد الاستيقاظ من النوم بل في أي وقت من النهار هذا موضوع حلقة اليوم مقدمكم الدكتور فارس عرب بسرعة شارك معي بالقناة وتعال خلينا ندخل بصلب الموضوع النوم لمدة 8 ساعات تعرض الجسم للجفاف لذلك يجب شرب 400 ملي من الماء الدافع على الأقل بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة ولكن إضافة مواد معينة للماء تضاعف لك النتائج عن طريق تحفيز الكبد والكلاء لحرق الدهون وطرح السموم فيما يلي 6 مشروبات صحية اختر منها ما يتناسب مع حاجاتك اليومية وأهم فقرة بالموضوع أنه رح نتجنب إضافة السكر والعسل لهذه المشروبات وإذا الطعم يهمك فبإمكانك تحلية مشروبك بقليل من سكر الستيفيا لأنه أقرب شيء للطبيعة حسب الأبحاث في وقتنا الحالي نبدأ بالمشروب السادس شاي الجنكسينغ وعرق السوس هذه الوصفة قديمة جدا تستخدم لتنشيط طاقة الجسم لأنه يقلل كمية الكورتزول ويزيل السموم من الجهاز الهضمي بأكمله لأنه يعمل كمضاد للالتهاب ويستخدم كعلاج للصداع والقرحة وأيضا يعزز النشاط الجنسي لذلك هو مشروب صباحي ممتاز ضع جذر واحد من الجنكسينغ وجذر من عرق السوس معا في الترمس أو بريق شاي كبير وأضف كوبين من الماء المغلي وتركه لمدة 20 دقيقة ثم قم بتصفية الشاي واشرب كوب واحد منه في اليوم المشروب الخامس شاي الزنجبيل يعتبر الزنجبيل علاج فعال لآلام الماعدة وبالتالي فإن تناول شاي الزنجبيل في الصباح يمكن أن يطهر الماعدة من المايكروبات ويخفف الغثيان والقيء والإسهال وينصح به للحوامل ومرضى السرطان لصنع شاي الزنجبيل قم بإضافة نصف ملعقة شاي من الزنجبيل المبشور أو المطحون إلى كوب من الماء المغلي ثم تناوله بعد 5 دقائق المشروب الرابع العصير الأخضر إذا أنت من متبعي حمي قليلة السعرات فأنصحك باستبدال وجبتك الصباحية بكوب من العصير الأخضر الذي يحفز طاقة الجسم ويملأ الماعدة ويسد الشهية ويساعد في تعزيز مستويات الطاقة يتكون العصير الأخضر من كوب ماء ممزوج بالخلاط مع مجموعة من الوريقات الخضراء مثل الكالي والجرجير والسبانخ والبقدونس والخس والخيار وخاصة الكرفس وبإمكانك إضافة التوت أو الفراولة أو الجريب فروت لتحسين الطعم كل هذه العناصر مفيدة للصحة وتحتوي على نسبة عالية من المغذيات النباتية وأهمها الحديد الذي يساعد في توصيل الأكسجين إلى الخلايا لمكافحة التعب والإجهاد المشروب الثالث شاي الكركم لعقود من الزمن القدماء في الهند يستخدمون الكركم كعلاج لمعظم الأمراض ولهذا يستخدم كمكون أساسي في جميع البهارات الهندية وفعلا تم اكتشاف الكثير من الفوائد الصحية للكركم فهو يساعد في تعزيز المناعة وإخراج الشوارد الحرة وإذابة الدهون المتراكمة والتخلص من السموم ومكافحة البكتيريا والحفاظ على العظام من الهشاشة ويعطي نظارة للبشرة لهذا يحتل هذا المشروب المركز الثالث على قائمة وصفاتنا اليوم يتم تحضير شاي الكركم بإضافة ربع ملعقة شاي من مسحوق الكركم إلى كوب الماء الحار وتركه ليبرد ثم شربه المشروب الثاني مشروب خل التفاح يعد تناول مشروب خل التفاح مثالي للتخلص من السموم ومشاكل الهضم والوزن الزائد بالجسم يساعد على تركيز حمض الماعدة وتحسين عملية الهضم وتنقية القولون وتحفيز حرق الدهون بالجسم وفوايط طبية عديدة للجهاز الهضمي وهو الصديق الحميم لحمية الكيتو دايت المشهورة بحرق الدهون ولمن يشكك بفائدة هذا المشروب فأنا شخصيا شاهد عليه فقد جربت الكثير من مشروبات الصباح ولكن مشروب خل التفاح هو مشروب المفضل واستخدمته يوميا منذ خمسة سنوات للآن بسبب الفائد العظيم التي استفدتها منه ولهذا يحتل المركز الثاني في قائمة مشروبات الصباح على الريق اشرب كوب ماء مضاف اليهم العقل الطعام من خل التفاح العكر وعصير نصف ليمونة وقليل من الكركم والزنجبيل المشروب رقم واحد المشروب الوحيد الذي يتفوق على المشروبات السابقة هو مشروب خليط السبيرولينا والكلوريلا والمورينغا أوليفيرا هذا المشروب من العيار الثقيل قنبل من المغذيات النباتية الكلوروفيل، بيتا كاروتين، الكالسيوم، البوتاسيوم، الفوسفور، الكبريد، الحديد، النحاس، البايوتين، المغنيسيوم فيتامينات A وB وC وD وE وأمينو آسد يعني يجمع أكثر من 35 نوع من الخضراوات في ثلاث عناصر فقط وفائدة هذا المشروب للجسم العظيم لا حصر لها إذا بدأت به يومك مثل إزالة السموم وخاصة سموم العلاج الكيماوي والإشعاع إلى استقرار سكر الدم إلى فقدان الوزن إلى حماية الأعصاب إلى علاج القولون والقائمة تطول جدا بكل بساطة ابدأ يومك بشرب كوب ماء دافئ مضاف إليه ربع ملعقة شاي من كل من بودرة السبيرولينا والكلوريلا والمورينغا أوليفيرا وبالهنى والعافية هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد شاركها مع جمالك إذا استفدت منها لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب وكتب لي رأيك بالتعليقات معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى واتمنى لكم دوام الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر